هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثاني من فيديوهات أضلات الانترولاتر الأبدامن البول وفي الحقيقة هذا هو عبارة عن الفيديو الخامس من فيديوهات محاضرة الانترولاتر الأبدامن البول إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعرف على عضلة واحدة فقط من عضلات الانترولاتر الأبدامن البول وهي عبارة عن الأكسترينل أوبليك مصل سنقوم باستذكار الائل أوز لمحاضرة الانترولاتر الأبدامن البول ومن ثم سنتعرف على هذه العضلة هذه المحاضرة ستكون عن الأنتومي أوف ذا أبديمن وهذه المحاضرة ستكون فروم ذا بيجنينج وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبدامن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن لكتشر 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الأنتومي أوف ذا أبديمن وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاتر الأبدامن الول لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الـ تشريحيا أما الآن فسنتعرف على الـ لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على الـ سنقوم بأخذ أورفيو بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل جنرال ديسكريبشن لـ سنقوم بعمل وصف عام على طبقات الانترولاتر الأبدامن الول ومن ثم سنتعرف على الفاشة وبعد ذلك سنتعرف على وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على الركتس شيث والليني ألبا والإمبليكال رينك وأيضا سيكون لدينا الفنكشنز والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا للإنترولاتر الأبدامن الول وأخيرا سيكون لدينا سمري لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن الإلأوز لمحاضرة الإنترولاتر الأبدامن الول بالكامل لذا فهذا الفيديو متعلق بالإلأو الرابع لهذه المحاضرة في الفيديو السابق تعرفنا على نظرة عامة عن المسلز أو دي انترولاتر الأبدامن الول وتحديدا عن الفيديو سنتعرف بالتفصيل الجميل عن الأكسترنال أوبليك مصل لذا لنتابع ومثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على الأكسترنال أوبليك مصل ومثل ما نلاحظ أيضا سنتعرف أولا على الأوريجن والإنسيرشن لهذه المصل مثل ما نلاحظ هذه هي الأكسترنال أوبليك مصل وهي عبارة عن من بين الثلاث أضلات الأفلات التي سنتعرف عليها خلال هذا الجزء من هذا الفيديو فالأوريجن لهذه الأضلة سيكون عبارة عن الأكسترنال أدق من لفظة الأوريجن بصراحة فالأوريجن أو الأوريجن لهذه الأضلة سيكون من الأضلاء السبعة الأخيرة ابتداء من الضلع الخامس إلى الضلع الثاني عشر هذا هو الضلع الخامس وهنا تقريبا سيكون الضلع الثاني عشر أما الإنسيرشن لهذه الأضلة فسيكون للينية ألفا والبوبك تيوبركل والأنتيريار هاف أوف إليك كرست هذه عبارة عن الإليك كرست وهذه عبارة عن الأنتيريار هاف اوف إليك كرست وأفضل أن نستبدل مصطلح انسيرشن ب ديستل أتاجمنت فلدينا أوريجن أو أركسم أتاجمنت ولدينا انسيرشن أو ديستل أتاجمنت فالأوريجين سيكون بالسبعة أضلاع السفلية والإنسيرشن سيكون باللينيا ألبا والانتيرير هاف أوف ذا إليك كريست مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الضلع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر والحادي عشر والثاني عشر فهذه العضلات السبعة السفلية ستكون بمثابة الأوريجين للأكسترنال أبليك مصل بمثابة البروكسيمال أتاجمنت للأكسترنال أبليك مصل أما الإنسيرشن أو الدستل أتاجمنت لهذه العضلة فسيكون لللينيا ألبا مثل ما نلاحظ اللينيا ألبا سيكون ما بين الزيفويت بروسس من الأعلى والبيوبيت سينفسيز من الأسفل فالأكسترنال أبليك مصل ستعمل إنسيرشن لهذا اللينيا ألبا وأيضا سيكون لدي إنسيرشن للبيوبيت تيوبركل هذه هي عبارة عن البيوبيت تيوبركل وأيضا سيكون لدي إنسيرشن للأنتيرير حاف أوف ذا إليك كريست هذه عبارة عن الإليك كريست بالكامل وهذا هو عبارة عن الأنتيرير حاف أوف ذا إليك كريست ومثلما نلاحظ المصل attachment لهذه العضلة الذي سيمثل الأبنيروسس للأكسترنال أبليك مصل سيتصل باللينية ألبا وأيضا مثلما نلاحظ هذه الصورة توضح اتصال الأبنيروسس للأكسترنال أبليك مصل باللينية ألبا وأيضا مثلما نلاحظ هذه الصورة توضح الانسرشن of the external oblique muscle to the anterior half of the iliac crest هذه هي عبارة عن الأكسترنال أبليك مصل مثلما نلاحظ وأيضا مثلما نلاحظ هذا هو عبارة عن الأبنيروسس للأكسترنال أبليك مصل قمنا بقصه وظهرت لدي الركتس أبديميناس مصل الذي يقوم الأكسترنال أبليك مصل بتغليفها الآن سنتطرق إلى الانرفيشن للأكسترنال أبليك مصل مثلما نلاحظ ثوراكو أبديمينال نيروسس هي عبارة عن هذه النيروس التي نراها هنا لذا فالانرفيشن للأكسترنال أبليك مصل سيكون عن طريق الثوراكو أبديمينال نيروسس وهي عبارة عن الاسباينال نيروس من التي 7 إلى التي 11 ولكن ليس هذا فقط وأنما بالإضافة إلى ذلك أيضا سيكون لدي السابكوستال نيرف أيضا السابكوستال نيروس سيغذي الأكسترنال أبليك مصل وفي الحقيقة هو عبارة عن النيرف تي 12 ولكن تم إعطاء تسمية أخرى لهذا النيرف لذا بكلمة أخرى فإن الأكسترنال أبليك مصل سيتم تغذيتها عن طريق التي 7 إلى التي 12 سباينال نيرف ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن النيرف هذا هو عبارة عن الثوراكو أبديمينال نيرف الذي سيقوم بعمل إنرفيشن للأكسترنال أبليك مصل وهذا هو عبارة عن الأنتيريور ريمس هذا البوستيريور ريمس وهذا الأنتيريور ريمس هذه المصطلحات من محاضرات الجنيرال أنتومي على هذه القناة أما الآن فسنتحدث عن الأكشن لهذه العضلة مثل ما نلاحظ هذه العضلة ستقوم بعمل كومبريشن هذه العضلة سوف ستضغط وتسند الأبديمينال بسرة الأحشاء الداخلية للأبديمينال كافيتي أو الإنتيريور أورجنز للأبديمينال فستعمل كومبريشن وستعمل سبورتز للأبديمينال بسرة أي أنها ستساهم بزيادة الـ بالإضافة إلى ذلك فإنها ستقوم بعمل ماذا يعني ذلك؟ أي أنها ستقوم بعمل هذه الحركة ستقوم بعمل وإيضا ستساهم بعمل الـ الآن أنا أقوم بعمل الـ بمساعدة هذه بشكل مختصر هي عبارة عن الآن سنقوم بأخذ عدة ملاحظات على هذه العضلة تفاصيل معينة عن هذه العضلة مثل ما نلاحظ الملاحظة الأولى هذه العضلة هي عبارة عن مقارنة بباقي الثري افلات مصول أو الثو افلات مصول فهذه العضلة تعتبر أكبر عضلة مقارنة بالإنترنال أبليك مصول والترانسفيرسس أبديميناس مصول وأيضا هي عبارة عن الموست سوبرفيشل ون أي أنها عبارة عن المسكلر لير السطحية أو الإكسترنال للإنترولاترال أبديمينال وول فإلى الأسفل منها الإنترنال أبليك مصول وإلى الأسفل من الإنترنال أبليك مصول الترانسفيرسس أبديميناس مصول الملاحظة الثانية تقول أن الأكسترنال أبليك مصول ماذا يعني ذلك؟ هذه عبارة عن الثوراكو لامبر فاشا هي عبارة عن فاشا تكون موجودة الأكسترنال أبليك مصول هذه مثل ما نلاحظ لن تقوم بعمل أوريجن من هذه الفاشا من هذه الثوراكو لامبر فاشا بينما العضلتين الأخريتين الترانسفيرسس أبديميناس والإنترنال أبليك مصول ستقوم بعمل أوريجن من هذه الثوراكو لامبر فاشا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الأكسترنال أبليك مصول ولا تقوم بعمل attachment لهذه الثراكولامبر فاشا بينما هذه الانترنال أبليك مصل تقوم بعمل origin من هذه الثراكولامبر فاشا الملاحظة الثالثة هي أهم الملاحظات تقول أن المصل فايبرز ماذا يعني ذلك؟ لنفسر النص بشكل مبسط المصل فايبرز أي العضلات أو الألياف العضلية المسكولر تيشيو للأكسترنال أبليك مصل سيتحول إلى أبانيوروسيز سيتحول إلى أبانيوروتك فايبرز أي من مسكولر فايبرز إلى أبانيوروتك فايبرز أين عند الميد كلافيكولر لاين؟ هنا الثمان لاحظ هذا هو عبارة عن الميد كلافيكولر لاين فعند هذه النقطة ستتحول المصل فايبرز إلى أبانيوروتك فايبرز وأيضا ليس فقط عند هذه النقطة وإنما أيضا عند السباينو أمبيليكال لاين انفيريرلي هذه medially الميد كلافيكولر لين medially والسباينو أمبليكال لين وقد تعرفنا على هذا السباينو أمبليكال لين قبل قليل وقلنا أنه عبارة عن اللين الواصل ما بين الانتيريار سوبرير اليكسباين والامبليكاس لذا فإن الأكسترينال أبليك مصل ستكون عبارة عن وأيضا الأكسترينال أبليك مصل ستكون أيضا عبارة عن أبنيوروس هذه المعلومة مهمة في السيرجري الملاحظة الرابعة أيضا مهمة تقول أن أولا مصطلح كونترالاترال نألم من محاضرات الجنيرال أنتومي هو عبارة عن الجهتين المتقابلتين أي على الرايت وعلى الليفت ومصطلح دايغاستريك مصل سنتعرف عليه بعد قليل ولكن ما يهم أن نفهم أن الأكسترينال أبليك مصل على جهة الرايت ستقوم بعمل دايغاستريك مصل مع الإنتيرينال أبليك مصل على جهة الليفت لذا الليفت إنتيرنال أبليك مصل مع الرايت إكسترنال أبليك مصل سيكونان عضلة واحدة تكون دايغاستريك مصل والدايغاستريك مصل هي عبارة عن عضلة يكون لها أي عبارة عن مكانين متقلصين من العضلة مثلا نلاحظ اللون الأحمر أو المصل في العضلة نسميه بالمصل بيلي وبين هذين لنفس العضلة هذه عبارة عن عضلة واحدة فما بين سيكون لدي تندن أو قطعة من الكوننكتف تيشيو ربما مصطلح تندن ليس دقيق مئة بالمئة إذا في نقاط معينة ستعتبر الرايت إكسترنال أبليك مصل مع الليفت إنتيرنال أبليك مصل عبارة عن عضلة واحدة تقوم بحركة واحدة متجانسة وهذه الحركة المتجانسة التي تقوم بها كلا هاتين العضلتين من الرايت ومن الليفت هي ببساطة جذب الرايت شولدر إلى الليفت هب أي بهذه الطريقة تقريبا الرايت شولدر إلى الليفت هب وأيضا في المقابل على الجهة الأخرى أيضا الليفت أكسترنال أبليك مصل أيضا تعمل مع الرايت انتيرنال أبليك مصل على جذب الليفت شولدر إلى الرايت هب لذا في هذه الحالة يمكن أن تعتبر functionally عضلة واحدة الملاحظة الخامسة تقول بأن الانجوينال لجمت تحدثنا عنه كثيرا حتى الآن وقلنا أنه عبارة عن لجمت ما بين الانتيرير سوبرير الكسباين والفيوبك تيوبركل وهذا الليجمت تقوم بعمله لذا حينما نسأل من أين يتكون الانجوينال لجمت نقول بأنه عبارة عن مثل ما نلاحظ هنا سيكون تقريبا الانجوينال لجمت إلى الأسفل من هذا الخط يسأل هذا الخط تماما مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الانجوينال لجمت هذا هي عبارة عن الانتيرير سوبرير الكسباين وهذه عبارة عن ال Kopic Tuberkle وما بين هذين النقطتين سيكون الانجوينال لجمت سيوصل الانجوينال لجمت ما بين هاتين النقطتين وأيضا هذه صورة أخرى للإنقونال لجامنت مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الإنقونال لجامنت وإلى هنا انتهى هذا الفيديو على ما أعتقد أن التفاصيل التي تطرقنا لها عن هذه العضلة كانت تفاصيل جميلة لذا نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون مخصص لعضلة الإنترنال أوبليك مصل لذا نلتقي في الفيديو القادم شكرا